اختتم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي ميرانه الوحيدة والمسائي اليوم على احد الملاعب القريبة من فندق الاقامة بمعسكر اعداد الفريق المقام حاليا في النمسا وشهد الميران حالة من التركيز من كل اللاعبين وكان الفريق قد خاض تدريباته الجماعية امس على فترتين صباحا ومساء في اطار البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد اكد الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالاهلي انه لم يتم الاتفاق من الاساس على خوض مباراة ودية اليوم الاربعاء خلال معسكر اعداد الفريق واكد بيبو ان الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لم يحدد خوض اي مباراة ودية حتى يقوم بالغائها لأي سبب واوضح مدير الكرة ان الاتفاق حتى الان هو خوض مباراة ودية واحدة يوم الخامس من سبتمبر وقبل نهاية معسكر اعداد الفريق المقام حاليا في النمسا اكد محمد مجد افشا لاعب الاهلي انه لم يتردد لحظة واحدة في توقيع عقود التجديد للنادي على بياض مؤكدا انه يسعى لتحقيق المزيد من الالقاب مع الفريق خلال الفترة المقبلة وقال افشا وافقت على تجديد عقدي مع الاهلي فورا ولم اتردد لحظة لان تفكير النادي في تجديد عقدي شرف كبير واسعدني للغاية ولن تكن لي اي شروط على الاطلاق توجه اكرم توفيق وكريم فؤاد لاعبال اهلي صباحا يوم الاربعاء الى احد المراكز لاجراء الفحص الطبي لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك الذي قام باجراء الجراحة لهما في وقت سابق ويخدع اكرم توفيق وكريم فؤاد للفحص الطبي للاطمئنان على حالتهما بعدما نفذ الثنائي برنامجا علاجيا وتأهلية طوال الفترة الماضية للتعافي من الاصابة التي لحقت بهما في الموسم الماضي وكانت عبارة عن قطع في الرباط الصليبي كشف الدكتور ايهاب علي استشاري التغذية لفريق الاهلي عن البرنامج الغذائي للاعبي الفريق خلال الفترة الحالية التي يخوض خلالها الفريق معسكر الاعداد بالنمسا استعدادا للموسم الجديد وقال الدكتور ايهاب علي قمنا بعمل قياسات بدنية جديدة للعابين بعد عودتهم من الاجازة وهي مختلفة عن القياسات التي قمنا بعملها في نهاية الموسم الماضي وقمنا باعطاء اللعابين برامج غذائية جديدة تحتوي على بعض العناصر الاساسية في المعادن والفيتامينات التي يحتاجونها وهناك تحسن واضح بالنسبة لهم اعلن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي عن تجديد عقد محسن رمضان لاعب الفريق الاول لكرة اليد رجال لمدة اربعة مواسم قادمة واوضح ان اللاعب وقع على عقود التجديد للاهلي دون ان يكون له اية طلبات خاصة وان استمراره في الفريق يأتي ضمن الحفاظ على الاستقرار في ظل كونه احد العناصر التي ساهمت بقوة في تحقيق البطولات خلال الموسم الاخير كشف رودي جاليتي صحفي شبكة سكاي سبوتس الاربعاء ان وفدا من جانب نادي اتحاد جدة غادر الى انجلترا في محاولة لاتنام صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفر بول واضاف من المتوقع زيادة العرض المالي الذي تم ارساله كمحاولة لاقناع ليفر بول بالبيع حيث كان العرض السابق اكثر من 100 مليون دولار انتقل البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلس الانجليزي الى صفوف روما الايطالي على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد ولم يعلن الناديان بعد عن تفاصيل الصفقة لكن ظهر اسم لوكاكو على الموقع الرسمي للاتحاد الايطالي لكرة القدم كانتقال جديد الى روما على سبيل الاعارة وكذب فابريدزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في اوروبا تم توقيع الصفقة بين روما وتشيلسي اعلن الحساب الرسمي للدور روشن السعودي عن المرشحين لجائزة افضل لاعب في شهر اغسطس بالمسابقة واختر حساب الدور السعودي اربعة مرشحين للفوز بجائزة افضل لاعب في شهر اغسطس هم كريستيانو رونالدو لاعب النصر ايغور كورونادو لاعب الاتحاد مالكوم لاعب الهلال ورياض محرز لاعب اهل جدة سيفقد ايريك تنهاج مدرب منشستر يونايتد خدمة مدافعه الفرنسي رفايل فاران خلال مواجهة ارسنال واعلن منشستر يونايتد غياب رفايل فاران عن الفريق خلال مواجهة ارسنال بسبب الاصابة واصيب فاران في الشوط الاول من مواجهة يونايتد ونوتنغام فورس التي اقيمت السبت الماضي في ثالث جوالات الدور الانجليزي وانتهت بفوز الشياطين الحمر بثلاثة اهداف اشتركوا في القناة